اشهد معالي شيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة الامين العام للمجلس الاعلى لشباب والرياضة بالمرسوم الملكي السامي الذي اصدره صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والمتعلق باضافة مادة جديدة الى قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان شباب والرياضة والمؤسسات الخاصة والذي يمنح فرصة انشاء اندية في شكل شركات تجارية وفقا لقانون الشركات التجارية واكد معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم الخليفة ان اصدار جلالته للمرسوم السامي يعد منعطفا هاما في مسيرة الحركة الرياضية يترجم توجيهات جلالته في تعزيز اسهامات القطاع الرياضي في مسيرة التنمية الشاملة لمملكة الغالية مبينا ان المرسوم الملكي سيكون له انعكاسات ايجابية على مسيرة الاندية الوطنية لتعزيز الاتجاه المتنامي نحو الصناعة الرياضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر